قال تعالى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى الشيع يقولون وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى أي سَقَطَ فِي بَيْتَ عَلِيهِ أو سَقَطَ فِي حُجْرَةِ عَلِيهِ أو سَقَطَ عَلَى جِدَارِ بَيْتَ عَلِيهِ فأضاء فأرعب المدينة كلها من حديث ابن عباس جاء في بحار الأموار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء يوما فقال إذا نزل نجم في بيت أحدكم فيكون هو الولي والخليفة من بعد فبأت كل الناس يترقب هذا الأمر مع وقت الفجر كما في نص الرواية قال ابن عباس وكان أبي أرجى القوم يترجاها لنفسه العباس بن عبد المطلب قال فلما نزل في بيت علي كان هو الخليفة أو صار هو الخليفة والشيعة تخبطوا وتاهوا حول هذه الروايات كثيرا فمنهم أن تكلم بشكل طريف في كتبهم عن هذا النجم فقال كيف لداري علي استيعاب نجم أكبر من الأرض بأكملها وبعضهم قال النجم هو نجم الثرية هذه كلها نصوص في كتبهم وبعضهم قالوا النجم الزهرة وهذه النجم أضعاف الأرض عشرات المرات وتبعد عن الأرض ستونمائة مليون قدم نجم عظيمة جدا كيف لهذا النجم بهذا الحجم بهذا المكان أن يسقط في بيت علي ليدل على إماماته وخلافته أي شيء يقوله الشيعة أي كلام ليس لهم في ذلك مستند لا من كتاب ولا من سنة وأي شيء ينسب للأئمة على صيغة رواية قال الصادق قال الباقر قال كذا قال كذا وخلاص كلم ليس له لا عقل يقبله ولا منطق ولا أي شيء ولذلك منه من قال النجم هذا هو رسول الله وهذا كلام يسر الحبيب بالمناسبة قلت كيف يكون رسول الله هو النجم ويسقط في بيت علي هم يقولون يسر الحبيب بوجه خاص يقول هذه الآية لها مصادق متعددة من جملة مصادقها أن النجم هو رسول الله أمر غريب وعجيب عند القوم ومنهم من قال النجوم التي هي رجوم للشياطين قلت وهذا الكلام فيه متح لعلي أما انقصه ومذمه لعلي عياذا بالله إلا من خطف الخطفة الله يقول فأتبعه شهاب ثاقب وكانت هذه الشهب وهذه النجوم كانت رجوما لهؤلاء الشياطين فكيف تقولون يا شيعة بأن النجم المقصود به هو الذي يكون رجوما للشياطين يسقط في بيت علي هذا لا يعتبر متح أبدا إنما هو مذمه ومنقصه من الشيعة العلي عياذا بالله لأنها لا ترجم إلا الشياطين كما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من قال النجم هو القرآن النجم هذا كلام التبرصي أحد أقوال التبرصي الشيعي الهالك النور التبرصي قال النجم هو القرآن القرآن يسقط في بيت عليه كيف ذلك؟ قال لأن القرآن نزل منجما فيأخذ بقى يتكلم مع المصطلح نزل منجما وهذا نجم إذن النجم والقرآن أي استدلال أو أي كلام فاضي يقول هذا العالم الشيعي بل محمد جواد مغنيه يقول الألف واللام في النجم للجنس أي كل نجم يسقط في بيت علي يكون هو المقصود طبعا الشيعي كما قلت تخبط وتاه في هذا الأمر بشكل كبير جدا واختلف اختلافات شتى فمنهم من قال في وقت نزول النجم أعلم منهم من قال سقط هذا النجم قبل الفجر ومنهم من قال بعد ذلك ومنهم من قال سقط هذا النجم وقت طلوع الشمس إذا كانت ضحوا فغلب ضوءه على ضوء الشمس ومنهم من قال كانت هذه الحادثة يوم الغدير ومنهم من قال كانت في مرض موت النبي الذي مات فيه ولذلك نحن حين نستشكل على القوم القوم عندهم طريقات أهم رواية عندهم في التنصيب وهي ما تسمى عندهم بالنص رواية الغدير يعني أنا لو سألت شيئي الآن بكل بساطة متى بدأ تنصيب علي ابن أبي طالب سيقول يوم الغدير قلت له هذا الكلام الذي أقوله في هذا البرهان الرابع والنجم إذا هوى قالوا بأن التنصيب لم يكن يوم الغدير هذا كلام الشيعة متى قالوا في مرض موت النبي الذي مات فيه بدليل النجم الذي سقط في بيت علي كان ذلك في مرض النبي الذي مات فيه ترجمة نانسي قنقر